طلابنا العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نبدأ المحافرة الثانية بموضوع الامبرتر اللي هو DC to AC Converter بالمحافرة السابقة خربنا شنو اللي هو الامبرتر قلنا حولنا الDC الى IC وحتينا انو انواع قلناه ممكن يكون Single Fears وممكن يكون Free Fears وبي Single Fears قلنا انو بأنواع واخبنا اول نوع اللي هو السيريز انبرتر واشرحنا مبدأ عمله واشرحنا الآتوات الرسمات راح يكون مال موجات واشرحنا الآتوات الرسمات راح يكون مال موجات وايضا الاشتقاق مات المعادلات مات حسبنا قيمة الثيار في حالة الفيرس بريد، البوزد بريد، والنكتف بريد وايضا الاشتقاق كامل واخبنا النوع الثاني اللي هو Single Fears Half Bridge Inverter أو Center Top Supply Inverter واشرحنا مبدأ عمل الماتته والويت فورمس وكذلك المعادلات والاشتقاق اشتقيناهم اليوم نيجي النوع الثالث اللي هو Single Fears Full Bridge Inverter أو مباشرة يقول Single Fears Bridge Inverter بدون فلغاما قال فلغاما قال فلغاما مش رح تيكم حتا المحاورات قدتنكم ممكن يكون الي هو الترانزيستر بينواعي الموسفيت أو البيبولارجكشن حسب الريد بس الفيرس الباور ماتته عليه ويجي وراه الي هو الموسفيت فهس هنا رح ناخب الموسفيت أو ترانزيستر طبعا من Single Fears Full Bridge عندنا نوعين من الأوتبوت راح يظهر مرة يظهر سكوير ويف الي هو هذا النوع راح أشرحه عليه هذا النوع من الرسم الي هو باستخدام ترانزيستر والنوع الثاني نفس المبدأ العامل نفس الشي بس حتى نوع بينكم انه ممكن الامبيرتر عادة الامبيرتر استخدم موسفيت لانه اقدر استخدم بطريقة البلسوف موديشن اللي حكيناها وحصل عليه موجه قريب على السين ويضا هذا النوع راح أشرحه بهالة الار والار ال واجي النوع الثاني هو ايضا Single Fears Full Bridge بس بهالة الكواسي سكوير موجه تكون قريب على السين هذا اللي يديكم عليه انه ممكن بصورة عامة راح يتكون عندي من أربع ثيرس سرات ثيرس سر الاول انا راح اشرح على هابه ونفسها على تنازل سره فقط اشرح الدائرة هاي الرسم نفسه ممكن نكونها باقي الرسم وراح نشرح عليه الموجهات فعندي أربع ثيرس سرات اذا المصدر ثيرس سر الاول ثيرس سر الثاني بهالشكل هابه ثالب الرابع مربوطات بهالشكل عندنا كل ثيرس سر مربوطوية على التوازي دايود وبيفة هاي الدايود أربع دايودات بالعكس لسبة من إمّا تي competition ويفة يحمي الدارة أو الثيرس سر من verdade ارتفاع التيار بصوبة بهعين بحافية المحافية ترحي مربوطت فهذا حłącz ترحي جزء موجب لجنرال بحشيض لـ Thirster الاول و Thirster الثاني فش راح يمر التيار راح يمر التيار في الشكل هاذه خلاه لـ Thirster الاول يروح لللود الـ Load ممكن يكون R ممكن يكون L يروح للـ Thirster الثاني يرجع للماسجر هاي بالنسبة للـ Cycle الأولى اللي اريت انا اولد positive one-on-native هو مماسجر DC هالثاني بعد فترة معيني ممكن يكون buy أطفل هاي Thirster هاي Thirster راح شغل الثالف الرابع فشن راح يتيجي البور قبل شوة كانت تجي لفيرس سر الأول فالبوتي هنا تكون موجبة وهنا سالبة تروح لفيرس سر الثاني هسه راح تجي هنا للفيرس سر الأول فترح تكون الموجبة هنا والسالبة هنا في عكسة صارت عدي مره موجبة ومره سالبة فصار عدي انفيرتر يعني المصدر فيرس سر ثالث فيرس الرابع يرجع لل ال E الهنان الديودات وغيفتها أيوان تساعد لي بمبدأ العمل تحميلي LDIYD2 راح تساعدنا في حالة وجود الحمل RL وحالة تكون مبدأ عمل الدائرة هسه هاي الدائرة ال Full Bridge راح أشرحها عليه هاذا ممكن بدل ثيرس سرات أبدلهم ترانسترات أربعة اللي هو هنا نرجع بدل ثيرس سرات أبدلهم ترانسترات أربعة نفس الشيء مبدأ العمل أيوان في الشكل هاذا خلال الفترة الأولى والفترة الثانية ثالث والرابع نسميتهم نفس الشيء T T1-T2-T3-T4 عدنا قلنا Single Fears في اللوبرج راح أخب نوعهم النوع الأول اللي هو Square Wave حصل على موجه مربعه الفولتية النوع الثاني اللي كواس Square اللي راح نأخبه بعده أسأل النوع الأول اللي هو Square Wave عدنا في حالة R في حالة R يلا فراح أخب في حالة R قلنا هبني ممكن عدي هذا الربط مع دائرة ثابت مهما كان النوع Square Wave أو كواسي Square عدنا نوعين أربعة ثيرسترات أو ترانزيستر بمكانه ثيرستر واحد واثنين وثلاث واربع ودايودات على التوازوية وهذا الحمل هذا المصدر عدنا الدايودات الأول والثاني والثالف والرابعة تستخدم لحماية الدائرة حيثنا عادة اللطفاء يعني ارتفاع LDI وبي دي وكذلك تساعدني على تفريغ الشيحنة مات المحافة مات اللوت في حالة وجود محافة الثالث سرات ما ممكن الأول ما يمكن يشتغل السوية نفس الوقت يعني الأول الثالث الرابع ما يصير يشتغل أربعة ثم سوية بنفس الوقت هذا راح يصير عندي short circuit بالدائرة أو ممكن يقول الأول والرابع والثالف والثاني ممكن يشتغل سوية يعني هباني باش راح يصير عندي short circuit لأن تير راح يمر من الثالث الأول للرابع يرجع للدائرة أو من الثالث للثاني يرجع هسا راح نبدي بحالة الأول اللي وال square wave حالة resistive load المقاومة هابا الجدول عدي هنا 2 mode حالة المقاومة بال square wave المود الأول من صفر لل T الزمن حسب هالرسم من صفر لل T على 2 نسميت هابا راح شغل هابا gate راح نتنظم من صفر إلى T على 2 حتى تشتغل جزء الموجة الثانية من T على 2 إلى T فهسا من صفر إلى T على 2 نقصد به نصف البريد 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 2 باي اللي عادة نحن كمصدر مالتنا كAc 2 باي اللي هي 360 باي 2 باي خلال الفترة الأولى من صفر إلى T على 2 راح أشغل 3 سر الأول 3 2 وهي Direct 3 و شو راح يصير عندي اشتغل ها بال switch راح مرتين خلال 3 سر الأول يجي للمقاومة راح تكون هنا هاي بولتية موجبة وهاي سالبة يجي لـ 3 سر ثاني يرجع للمصدر هذا نوبح بالشكل 3 سر الأول 3 سر ثاني وهاي المقاومة البولتية العلى اللي راح مقاومة هنا راح تكون عندي هاي موجبة هاي السالبة فالبولتية العلى الأول ثمت راح تكون VS والتيار VS على R لأن عدي دارة بها مصدر ومقاومة ف قيمة التيار راح تكون بولتية المصدر على R وهس نجيلها بالرسم بالرسم هاي التيار G80 إلى T على 2 ال بولتية راح تكون عدي بهالشكل هاي هنا بولتية الأول والثاني وهال بولتية مات الأول راح تكون بهالشكل ظهرت على فارس الأول الثاني البولتية والتيار راح تكون هاي بولتية بهالشكل هاي فهس البولتية راح تكون بهالشكل هاي والتيار بهالشكل خلال الصفر إلى T على 2 أرجع للبرية الثانية من T على 2 إلى T راح أشغل الثارس الثالث الرابع ليهي والرسمة هته الثالث والرابع راح تيجي يجي التيار من المصدر يروح للثارس الثالث يجي للمقاومة يرجع للثارس الرابع يرجع للمصدر في هذه البريغة من اشتغل عديها سابق يجينا للتيار الثارس الثالث ثارس الرابع كإنه صارت الضدارة مغلقة بيناذبولطية صارت بالعكس عن المصدر النور كان هنا موجب وهنا سالب صار هسه نان موجب اللي هو الVS وهناه صالب العكسة البولتية صارت والتيار والتيار نيجي هاي الفترة من الصفر العفو من تي على اثنين الى تي ونطية نفع للثائرة صار في ثالث والرابع البولتية راح تبهر بهالشكل على الثالث والرابع والتيار ايضا VS على R هالشكل هابه نيجي للبولتية الكلية صارت هابه فقط بهرت عليه اللود اثناء هاي الفترة بس بما انه وهرت سالب راح يصير عدي سالب هالشكل هابه الفولتية والتيار راح يصير سالب هالشكل فهسه خلال الفترة الاولى صار موجب خلال الفترة الثانية من تي على اثنين الى تي صار سالب ارجع مرة ثانية كرر راح يصير موجب وهكذا صار عندي AC والأيسي صار عندي سكوير يعني حولت DC الى AC هاي الفولتية الاوتبوت ها التيار الاوتبوت من صفر الى T على ثنيا كانت بلتية موجبه انه هي VS والتيار VS على R ومن T على ثنيا الى T صار بلتية منص VS والتيار منص VS على R هابه حسب الرسم VS وهنا منص VS هابه الموجب بالنسبه لحالة السيكوير ويف في حالة فقط مقاومة هابه الاوتبوت مالات هاي الوايه فورم وهاي قالي هنه 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 ثار سر الأول والثاني اون ثار سر الثالث والرابع اوف هنه ثار سر الثالث والرابع اون والأول والثاني اوف نجي في حالة high inductive load في حالة وجود مقامه وقيمتها عالية العفو في وجود محاثة وتكون قيمتها عالية اللي هي inductive فهنا انا ايضا نفس الشي قلنا الدايودات تكون الحماية بدي ال ال DI by DT هابه اني فارس الأول والرابع ما ممكن اشتغل نسويه وكذلك الثالث والثاني ما ممكن اشتغل نسويه لانه راح يصير عندي short circuit اجي للمود مااتي نفس الدائرة راح يصير نفس المبدأ العمل بس هنا راح يصير عندي بدل 2 mode راح يصير عندي 4 mode هابه هنا فقط تغيرت مضافة محاثة وهي المقاومه ايضا نفس الشي المبدأ العمل راح يكون مرة يشتغل هذا وهذا وهذا الأول والثاني ومرة الثالث والرابع بس هنا راح يشتغل عندي ال DI by D وياهم بفترات معينة حتى يصير عندي discerning القيمة المحافلة اللي المحافلة بها شحن راح يصير عندي discerning عن طريق ال DI by D اجل المود عندي هنا 4 mode من صفر الى T1 راح يشتغل ال DI by D من T1 الى T على 2 ال DI by D ال اول والثاني نفس هاباك النوع هاباك ومن T على 2 الى T2 ال DI by D ال الالثالف الرابع والبريد الرابع من T على 2 ال DI by D ال DI by D ال الالثالف الرابع هاباك النوع اللي هو في حالة فقط وجود المقامة كان عندي هابا المود هابا المود اللي هو T يشتغل المود الثاني و الارابع كان عندي فقط هبا شوفوهن هابا المود اللي هو يشتغل بي 3 ال اول الثاني والمود هابا الثالف الرابع هنانا نفس الشي بقى عندي المود نفسهن الأول والثاني والثالث الرابح هبيني موجودات بس نظافة لهم 2 مود اللي هي يشتغل دايودات هباك النوع channel فقط 2 مود وكل مود راح يشتغلن ثارسترين هنانا عندي أربعة مود مودياً يشتغل فقط ثارسترات اللي هو هذا الثاني والمود الرابح هبيني نفس النوعين وكذلك حتى الأوتوت راح يكون نفسه في حالة المقاومة والمود الأول والمود الثالث راح يشتغلن الدايودات مره الدايود الأول والثاني المود الأول والمود الثالث الثالث الرابح نحن فائدة الدايودات راح يساولي discharging current المشحون بالمحافة المحافة خلال فترة موجود بها خزن بالبداية حتى تفرغها عن طريق الدايود الأول والدايود الثاني من شغلت الثارستر الأول الثاني راح يبدي التيار يمر خلال اللود الـ RL والمحافة تشحن عن طريق الثارستر الأول والثاني بعدها المحافة صار بها شحن تحاول تفرغ شحنتها و راح تفرغها عن طريق الدايود الثالث والرابع نحن فرغت شحنتها أيضا النوب إجينا المود الرابع اشتغل الثارستر الثالث والرابع ش راح يصير هسا النوب راح تشحن المحافة باتجاه معاكس صارت عندي الفولتية بهالشكل ها بالتيارة هسا راح ناخذ مود مود نشرحها بالتفصيل على الرسم هسا المود الأول مصفر إلى T1 راح يشتغل الدايود الاول والدايود الثاني وين الدايود الاول؟ هذا الدايود الاول محافة بيها شحن تريد تفرغ شحنتها والثائرة السرات مطفية فراح تفرغ شحنتها خلال هذا الدايود لان امامي وخلال هذا الدايود يعني راح يكون عفو تفرغ شحنتها خلال الدايود الاول والدايود الثاني التيار راح يمرب هالشكل هذا للمصدر يرجع للدائود الثاني، راح يصير عندي دايرة مغلقة دايود الاول ، المياس الشاحن ستتفرشني بهالتجاه قبل خلال دايود الاول راح للدمصدر رجع للدائود الثاني قد يجي لللود راح يصير عندي دائرة مغلقة بين ال- 0 وال-T1 قلنا أنه بين ال- 0 وال-T1 العدود الاول والدائود الثاني هاي السويشات اللي هي الثالث سرات أو الترانس سرات T1 والT2 والT3 والT4 مطفية فقط عدي فقط الدايودات هاي دايود راح يشتغل عندي وما انه شحنة في البلطية مات المحافر راح يصير به الشكل هذا موجب سالف راح تفرق شحنتها بهالتجاه هذا وهذا ايضا الدايود بهالتجاه هذا لانه راح يصير عدي بهال الدايودات الثانية والمصدر ها به الرسم اللاحظ انه عندي ها بهالدايود راح يصير عندي ينغلق وهذا الدايود راح ينغلق فراح يصير عدي ذائرة مغلقة التيار راح يمر في هاشكل ها به للمصدر تجاه عكسي الاتجاه المصدر يرجع للدايود الثاني البلطية راح تكون VS لانه نفسها صلتت على اللود والتيار هنا راح يكون تيار المنموم اللي هو تيار قيمة الخزن والمحاف لانه هنا عندي محافة جاءت عدها خزين راح تريجي تسوي للدسشارجنج فراح تسوي للدسشارجنج عن طريق الدايودات فخلال الفترة من الصفر الى T1 دايود لو الدايود الثاني يشتغل عنه البلطية راح تكون نفسها VS والتيار يكون I minimum نيجي للرسم طبعا ها من الصفر الى T1 ونسويها في رسالة الأول والثاني هنا الثالث الرابع ما نعلاقه بيها أجي هنا الثاني هذا من الصفر الى T1 هاي الفترة هاي الفترة اوكي وبهاي الفترة راح تخلد عدل أول الثاني قلني انه المحافة بيها شحنة I minimum minus I minimum راح تجد يتفرغ شحنتها الان توصل لصفر خلال هاي الفترة واللي هو هذا هاي شحنة التيار المحافة هنا قيمتها موجبة لانه يمتلق قيمة بس هنا سويناه سالب لان راح يكون عندي بها الشكل هذا ما نربطه ويدارة راح يكون قيمتها minus minimum I minimum فهنانه هاي التيار المحافة راح يتفرغ عن طريق الدايود الأول الدايود الثاني خلال هاي الفترة وراح يكون به الشكل هاي قيمتها سالبة هاي الرسم يمثل لتيار المصدر ال I S هاي يمثل لتيار المصدر وهذا الرسم يمثل لتيار الأوتبت لانه تيار الأوتبت راح يكون AC موجب سالبة وهذا أيضا خلي أجي يقسمهم جزء 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 هاي هاي I'll get my 3 في الرابع هاذا بطية الأوت بت الي هي تكون موجبة سالبة هنانه هاذا التيار هاي التياره السالة الأول والثاني وهاذا الثالف الرابع هنانه تيار الدايود الأول الثاني وهذا تيار الثالف الرابع يعني مجزء جزء 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 وبعد ين جمعهم هاذا تيار الكلي ومات اللود وهاذا تيار المصدر حس احنا نجي بريد بريد فترة الاولى من 0 الى T1 داود يانا مشتغلة بولتية VS والتيار I minimum وانهل 0 الى T1 هاي 0 الى T1 هاي بتيار I minimum في حالة التيار المصدر وتيار output ايضا راح يفهر نفس الشكل هاي بال I minimum وهنا انا بهار اللي بها الشكل هاي موجب لان احتبرت قيمة اخبته هنانا البولتية عالاوت وش راح تكون اللي هي VS هاي نفسها VS والتيار minus I minimum ها به راح اخب ها به الرسم ال I output وهذا V output ال V output هزا VS قيمته من الهنا والتيار minus I minimum هاي بحالة الفترة الاولى اجي للفترة الثانية من T1 الى T2 راح يشتر عندي الثررستر الاول انا الشغل الثررستر الاول الثررستر لان انا ريدي الموجب تكون عندي موجب وبعدين تكون سالم ريت AC فانا راح اشغله بهالفترة T1 و T2 بهالفترة من T1 الى T2 راح يشغل الثررستر والثررستر الثاني منيشتغل الثررستر الاول هذا و الثررستر الثاني هذا راح الطيار يمر هالي اتجاه يمر بالثررستر الاول يمر باللود رجع للثررستر الثاني رجع للمصل فولتية صارت VS نفسها VS والتيار صار AI maximum هس الفولتية VS وتيار AI maximum أجل الرسم وين الفترة؟ من T1 إلى T2 هاي الفترة هاي الفترة التيار صار IMXM بدأ من الصفر إلى IMXM وهنا هاي في حالة IS هاي تيار اللوت لأن الـ IS راح يناخذ شكل نفس الـ output يعني هو الـ switch راح يمر تيار اللي يريده فرح الشكل التيار راح يكون بهالشكل هاي بس هنا راح يكون كله موجب هنا راح ينعكس على اللوت فهنا هسا التيار صار من الصفر إلى IMXM قيمته نيجي للـ Voltear صارت Vs هاي Voltear الـ output اللي هي Vs وهنا قلنيت التيار اللي يمر الثالثة الأول الثانية من الصفر إلى IMXM صار على اللوت من الصفر إلى IMXM نفسه نيجي للفترة الثالفة وما أنه هسه شحنة المحافة هسه أريد أفرغ التيار حتى بعتها أجيب البريد الرابعة أعكس تجاه التيار فحتى فرغ القيمة والتيار راح يشتغل عدي هيات توماتيتين بالرفع التيار وهناه variable التيار الأكثر المحافة التيار هي للطريقة نحط بدون فرغ لتوكل الأث Pron ستجا裡 فلطية علي موجبة وباتجاه يعني فلطية الانود بنسبة لكاثرد موجبة راح يشتغل الدايود بدون ما انا اشغله بس الثالث ارات انا اتحكم بيهم عن طريق الهيت بس خلال فترة T على F2 الى T2 والثارث الدايود الثان والثالث والرابع راح يشتغلن اللي هم هاذه ها الدايود الثالث وهي الدايود الرابع التيار راح يمر بها الشكل هاذه بها الشكل هاذه راح يكون باتجاه معاكس التيار اللي قابله فالفولتية راح تكون مينس Vs والتيار يبقى نفس القيمته نفس القيمة بقى موجب لانه والفولتية هنا انا سارها ادي عكسية علي مينس Vs والتيار اي مكزوم فهسة اجيل الفترة هاي هاي الفترة من T على ثنين الى T2 اجيل التيار هاذة قيمه التيار مات الدايود الأول الدايود الثاني لا شخفو الدايود الفالف ودايود الرابع هاذة تيار اللود تايار اللود موصل مكزوم احنا قلنا شنوار neuesيديف هارغت تياره هصير قيمته للصفر حتى بالفترة الرابع البرياد رابع وشغلت تالي ثالث الانسفال فالرابع عشنست بسالبة يعني الفترة الاولى صفرت الثارث عن قيمته سالبة حتى شنو شغلت الثالثة الأول الثاني بعتها فترة الثالثة أصفر التيار حتى شغله باتجاه معاكس وهكذا فهسة هناك التيار I-Maximum بقى قيمته موجبة على اللوت لونه قيمته سالبة على IS رح يصير على IS سالبة هناك التيار على IS رح يكون قيمته باتجاه واحد بينما على اللوت رح تنعكس فهسة على اللوت رح يصير I-Maximum بينما الفولتية صارت سالبة منعكسة فهسة أجي للفترة هاي قيمة الثالثة دايود الثالث والرابع اشتغل وما أنه اشتغل الثالث والرابع التيار رح يمر بها الشكل التيار اللوت بقى منوصل الاتجاه نفس الاتجاه شغلنا به هابه اللي الفارس سرعت بهالتجاه شان التيار بهالتجاه هسه بهالتجاه صار ورجع الديود الثالث يعني هاي المحافة فرغت شحنته خلال الديود الثالث ورجع للمصدر ورجع للديود الرابع صارت دارة مغلقة فالتيار صار تجاه نفسه موجب I-Maximum والفولتية عكسة صارت ماينس بي اس شرحناه هنانه صارت ماينس بي اس الفولتية خلال هاي الفترة والتيار بعد قيمته موجبه بس راح يصير من I-Maximum للزيرو فترة الرابع هسه التيار صار صفر راح اشغل الثالث والخلف tharster الرابع هنانه هسه راح يصير عدي التيار راح ينعكس على اللوت هاللوت كان التيار بالتجاه هاذه لاحة وتجاه السهم وتجاه الثالث وتجاه السهم واتجاه التيار هاي الفتيار كان بتجاه موجب هنانه صار بتجاه ماكس هسه شغلت فارس الف الرابع رح امرت تيار هيتشي فارس الفار فسنعكس تيار على الـLoad حيش تكلهابه وجيه للرابع وجيه للمصدر يعني ثالث load رابع للمصدر فالبولتين عكسة صارة minus vs والتيار نعكس صارة minus minimum فهنانه شراح يصير عندي بالفترة T على F مين إلى T نجي نشوفها هاي الفترة من T2 إلى T2 هذه الفترة من T2 إلى T2 هذا التيار ما المصدر بقى قيمته موجبا نفسه هذا التيار يبقى موجب تيار الآوت بقيت نعكس صارت قيمته سالب اللي الفولتين عكست واتجاه التيار أيضا نعكس فهذا الفولتية بقيت من موجة مربعة موجب سالب بس التيار ما صار مربع ليش بسبب وجود المحافظة قبل شويه بل في حالة فقط مقاومة الفولتية وات الـ output كانت مربعة والتيار رح ياخذ شكلين فقط مقاومة الفولتية التيار يكون التيار الآوت يكون الفولتية اللي هي V-output على R صار مربعة التيار اخب نفس الشكل الفولتية بينما في حالة RL هالفولتية V-output مربعة بس التيار بسبب وجود المحافظة شحنه وتفرير رح يصير عدي بها الشكل هذا كان ما غريبه على الصين هذا بالنسبة في حالة وجود الحمل RL بالسكوير ويد قلنا اخذ R و اخذ RL RL شرحنا وقلنا عندي رح يصير فترة 2 اللي هي الفترة الاساسية T1 و T2 اشتغل انسوية و T3 و T4 اشتغل انسوية بس رح يتفهر عندي فترة 2 اللي هي بسبب وجود المحافة المحافة رح تخزين Charging و Discharging Discharging رح يكون عن طريق الداويدات فصرت عندي فترتين للداويدات فترتين للثيرسترات هذا بالنسبة في حالة السكوير ويف بالنسبة لكواس السكوير ويف نفس الرسم جين رسمناه هاي تحليل دارة وهنا بس حتى سرعتكم مرونة بالدارة بدتكم الثيرسترات رجعت الترانسترات الى الثيرسترات بالكواس السكوير قلنا ايضان الداويدات ووظيفة هاي حماية الدارة والثيرسترات ما وكنش تغلن سوية راح اجي للمبدأ العمل هنا مبدأ العمل أيضا راح تكون عندي أرباح فترات للثيرسترات وهناك كانت عندي فترتين للداويدات وفترتين للثيرسترات هنا راح ستعدي أربع ثيرسترات فترة الأولى فترة الثانية ثيرسترين ثيرسترين فترة الثالثة ثيرستر وداويد فترة الرابعة ثيرسترين وبعدين اجي آخر بالداويد ايضا راح يكون بعض الأماكن راح يشتغل ثيرسترين وداويدين هسه بالفترة الأولى اشتغل عندي ثيرستر الاول ويا دايوت عند الصفر من الصفر إلى بيتة عند البيتة إلى باي اشتغل ثيرستر الثاني من الباي الباي زائد بيتة اشتغل ثيرستر العفو مني يعني من الباي من الصفر اشتغل ثيرستر الأول ممكن اشتغلها ثيرستر آخر بس ومن البيتة اشتغل فارسر الثاني ومن البي اشتغل فارسر الرابع ومن البي زائد بيتة اشتغل فارسر الثالث هسن يجي من الصفر اشتغل فارسر الأول اي اترك فارسر الثالث لان الفترة هاي كان ما امتدة اشتغل فارسر الأول من البيتة اشتغل فارسر الثاني ومن البي اشتغل فارسر الرابع اليو هنا ومن البي زائد بيتة اشتغل فارسر الثالث راح اجي فترة فترة هنا انا اري الهدف من الكواسي سكوير هنا ما اريد صح الموجرة جاي تكون سكوير ويف بس عدي فترات راح يصير صفر اريد اكون انه كأنما الرسم يصير قريب عن الساين يسميه كواسي سكوير يعني هنا انا فترة صفر هاي سكوير ويف صفر سكوير ويف جاي يصير عندك انما هابا شكل قريب على الساين وهذا شكل التيار بس كيل الطياري هاي ، هاها بولطية هس الفترة الاوله ، من صفر الى بيته هاي من صفر الى بيته رح اشغل طيار الأول elephant3 elephant3 International هانه هنا طيل فقط الفترات بس هنالك مبدع عمل رح هجيقولÛ Lei Cook insigne壹ني Gate ، ثالث طيار الأول ثالث الأخرى جغلة ثالث الثالث هذا الملصبه مرتبث الثالث الثالث للإدائب و إيامًا و إيضا أدى ثالث ثالث الثالث و يدائب الأول المحافة مو عندنا محافة هنا في حالة الأريال طبعا جاي شرح هذا الكواسي السكوير في حالة الأريال مش موانو عندو محافة محافة ينفرغ شحنته عندنا فقط لهاد راح يمر بس إذا أمر هنا ما راح يلقى القهار بتجاه معاكس إلي شغلت الثالث من شغلت الثالثة الثالث تيار اللود راح يمر بها الشكل هاب مار خلال داود الأول للثالثة الثالث فسار كأنه ما فريوينيك داود بين الثالثة الثالث والداود الأول حتى المحافظة تفرغ شحناتها بها الشكل هابه يعني ما راح المصدر يمر مجرد إنه اللود راح يمر خلال داود الأول ثالثة رفالث راح يكون البوطية هنا صفر ليش؟ لأنه المصدر معزول فقط داود بين اللود والداود والثالثة رفالث عجل الرسم فهي الامجة تيبين الصفر والبيتة البوطية راح يكون صفر ليش؟ لأنه المصدر ما راح يكون على أول تبوت راح يكون فقط صفر يعني الدارة مغلقة اللي هو داود الأول ثالثة ثالثة ثالث واللود البوطية صفر بس التيار ش راح يكون؟ التيار راح يكون قيمة تيار المحافظة اللي هو هو I note exponential minus R على L ال-R على L قيمة المحافظة وهذا قيمة ال-R في ال-I أو التبوت راح يصير I note exponential minus omega T على QQ اللي هو قيمة omega L على R والتيار هنا راح تكون قيمته أقل من الصفر اللي هو هاذا التيار البوطية هاذا عفوا من الصفر هاذا من الصفر لحد زمن البيتة هاذا التيار مغال هاي الفترة اللي هو I note والفوطية راح تكون صفر هسا نيجي للبريدة الثانية من بيتة الى باي ال-Omega T بين البيتة والباي راح ايه ثارستر راح اشتغل راح اشتغل ثارستر الاول ثارستر الثاني طبعا الداودات الاول ثاني راح اشتغلن بجزء معين هسا بعدين نجي ناخفها اشتغلن فقط بهذا الجزء هسا بعدين نجي ناخفها انشاء الله من اكملها ستلاسر على إصابة هسا بهذا الجزء ال-Omega T بين البيتة والباي ثالث سر الاول ثالث سر الثاني راح يشتغل فالتيار راح يمر من المصدر ثالث سر الاول لللود ثالث سر الثاني يرجع للمصدر فهذا الفالتيار راح يصلط على اللور شنه هي فالتيار المصدر اللي هي الـ والتيار راح يكون اللي E على R زائد ثيار المحافة راح اجي هاي المعادلة مماطلة ومشتغاءها لانه وشتقيناها بالانمرتر اللي قبله بالانواع اللي قبله E على R اللي هي قيمة الثيار المصدر زائد I Bt اللي هو تيار المحافة ناقص E على R سوى نشيل مينوس أوميقيا T ناقص بي هنا قلنا أوميقيا T بس انها بما انه بدأ من ما بدأ من أوميقيا T من الصفر شفت مقدار بيتا فقلنا omega t ناقص بيتا على q وقلنا لq شنو قيمة اللي هي تمثلي omega على r هنانا والi بيتا اصغر من الصفر اللي هو هابل i بيتا هابل جزئ كأنما هنا صار عديد تيار اللوت جزئين جزئ ال i بيتا هابل صفر بعدين صار جزئ الموجب اللي هو e على r زائد e على r في الأكسبونش يعني جزئين الجزئ هابل قيمته سالبة و هابل جزئ الموجب فهسا هاي الفترة بين البيتا والباي فأرسر اول و الثاني اشتغلو الفلطية العلاوت وتراح تكون هي نفسها فلطية المصدر والتيار هابل معادلتين لانه تعدى محافظة مقاومة ولا اشتغها بنفس الاشتغاق اللي ما راح اطالبكم بيكتبت المعادل الاشتغاق من الانبياتر اللي قابل نفس الطريقة احسب الفلطيات واحسب التيار وبعدها احسب بببببط نفس الطريقة هاذا بحالة الفترة الثانية اللي هي من بيتا الى باي فولتية صارت ذي نفسها الاي مات المصدر والتيار بده صارت لقيمتين اي بيتا اللي هي اقل من الصفر وها القيمة اي على ار ناقص اي على ار في الاكسبون الشرح اللي هي هاي هاي الفترة فترة الثالفة هاسم موانه وشحن المحافظة شحنة تحتاج تفريغ فش راح يصير عندي مجرد ما اشغله الفلسطر الثاني راح تفرغ بين الدايود الرابع الفلسطر الثاني هاي هذا الكوايس السكوير نفس حالة السكوير في حالة الال نهام الال اربع فترات وسناك كانت الفترات فترة الدايودين فترة فالسطرين فترة فالسطرين فترة فالسطرين فترة فالسطر فترة فالسطرين فترة فالسطر ودايود وهكذا قصة الامجة تيبين الباي والباي زائد بيتا اللي هي هاي باي باي زائد بيتا اريد اصفر الفولتية حتى يصير عندي الكوايس السكوير وكذلك التيار حاول قليل قيمته ووصلتها إلى قيمة قليلة أو راح قيمة صفر أو قريبة على الصفر فهذا البي آتويت صار صفر أرجع للدارة الرئيسية شغلت كنو شغلت في هالفترة الثاريستر الثاني ويداود الرابع وين الداود الرابع أنا مو عدي الفترة الثانية يشتغل عدي الثاريستر الأول والثاريستر الثاني وشحنة المحافظة في هالي تجاه حسه طافيت الثاريستر الأول الثاني المحافظة يريد تفرغ شحنتها وين تفرغ شحنتها عدي هذا الثاريستر الرابع العفو الداود الرابع ويا الثاريستر الثاني فشغلت الثاريستر الثاني تاير راح يمر مات المحافظة تفرغ شحنتها الثاريستر الثاني إلى الداود الرابع فصارت عندي دائرة FreeWheeling بين الثائرة الثاني والدايود الرابع واللود بحشكل هابي لود الثائرة الثاني ودايود الرابع مجرد ما شغلت الثائرة الثاني صارت دائرة مغلقة اللي هي هاي الأمقاتي بين البي والبي زاد بيته Vout وتكون صفر الدايود الرابع والثائرة الثاني شتغلوا شتغلوا حتى تكون الفطية صفر والتيارة اللي يصير قيمته قليلا يجي صفر فالتيارة هنا صار Minus Output Exponential Minus Omega T نقص بايد يعني احنا بدينا من باي على كيو صار عندي هنا التيار فقط تيار لأنه عدي FreeWheeling داوات فقط تيار الخزن مع المحافل اللي هو بين الثائرة الثاني والدايود الرابع فصار نفس الفترة الأولى اللي هي I Output Exponential اللي هي نفس هالفترة بس قيمته بالعكس نقص فالتيار المحافل خزن تجام عكس I Output Exponential Minus Omega T نقص بايد على كيو يعني فترة الأولى وفترة الثالفة سوية الفترة الثانية والرابع نفس القيمة بس معكوسة لسبها اللاحف هي فترة الأولى I Output Exponential Minus Omega T على كيو والفترة الثالفة Minus I Output Exponential Minus Omega T على كيو بس هنالا باي شفتنا لي نبدأ من باي بس كقيمة نفس القيمة نجي للفترة الرابعة هاي اللي هي بين الباي العفو بين الباي زاد بيته والتو باي هاي الفترة الرابع هاي الفترة الأولى وهي الفترة الثانية وهي الفترة الثالف وهي الفترة الرابعة بين الباي زاد بيته والتو باي هنا رح يشطل عدي ثالث سر الثالف الرابع وين هم الثالف الرابع هاو الثالث سر الثالف وهذا الرابع في التيار رح يوري من المصدر للثالث سر الثالف لللود معكس التيار كان بالحالة الأولى بحش تكلهاب هسه معكس رجع للثالث سر الثالف للمصدر مصدر لثالث سر الثالث للثالث سر الرابع للمصدر به الشكل هذا صار عندي أجي للأوتبوت بوطية للأوتبوت صارت عندي ناقص E تيار الأوتبوت أيضا قلنا عندنا تيار المحافظة زائد تيار اللي هو E على R نعدي محافظة مقاومة من أشتقه بالنسبة الطريقة اللي قلنا اللي اشتقنا به هالنوعين السابقات هطلع لي تيار ناقص E على R ناقص I beta ناقص E على R ونشيل ماينس T ناقص bi على أوميجا ناقص beta على أوميجا على تاو هنا أنا قلنا أنه راح أبدي من هنا أنا T عاوف بدل جنة أوميجا T ناقص bi ناقص beta لأنه بدنا من bi زائد فعاوفت هنا bi زائد beta والتاو هي العلا R فهي هسي البولطية بفترة الأولى والتيار نفس البولطية والتيار بفترة the third بس معكوس إلي البولطية صفار طبقه بطيار معكوس و البولطية بفترة الثانية موجب و التيار موجب بالرابعة نفسه بس صارت سالبه البولطية والتيار نفس قيمة في الفترة الثانية بس نقيمة بالعاكس هسه من الفترة عند الامجا تيساو بي تي راح اقول الامجا تيساو بي تي عند الامجا تي يساو بي تي عد هاي الفترة راح اقول الامجا تي هو نفسه اي بي تي راح يصير اي نوت exponential minus R على L في التي هاذه عند الامجا تيساو بي تي وعند الامجا تيساو بي اللي هي الفترة الرابعة الآي آوتبوت عفوا هاي الرابعة عندهم قلت ساو باي الآي آوتبوت E على R آي بيتا ناقص E على R إكسوينشيل مائنس باي ناقص بيتا على كو الآي ساو مائنس آي آوتبوت فصار حدو معادلة أولى ومعادلة ثانية حاول بالأولى بالثانية حتى حسب الآي بيتا والآي نوت هاو الاشتقال طبعا ما مطالبون به فقط تيجو تاخب فترة فترة وايضا ما راح نحتاج بالقوانين راح نحتاج جزء بسيط من عدة ناخبه إن شاء الله بيتشيت بس كبريد ممكن أقل لك انه هو اشرح لي الدائرة وشرح لي البريد مالته فالمطلوب منك تحفظ القوانين حتى تشرح لي البريد هذا في حالة النوع الثاني اللي هو الكواسي سكوير ها بيجا جهة رسمة الرسم فقط حتى أبين إنه عدي فترة فترة الأولى شغل فارسر ودايود طبعا فارسر بقى مشتغل اللي هي هاي صارت وفترة هاي جزء نسميها حتى التيارة هنانا هاي الفترة لفري وينيق دايود المحافظة فرق الشحنة هاي الفترة حتى يكون تيار هابي سير قيمة صفر هاي الفترة وهاي الفترة اللي هي فترة العمل الرئيسية بينما هاي الفترة أرجع تكون راح يصير عندي ريفيارس عاكس التيار وهاي الفترة اللي بعتها فري وينيق دايود وهاي الفترة فترة العمل جزئتها عدكم فقط أنهو بيتكم أنو عمل كل فترة إنو فترة فري وينيق دايود فترة الفي وينيق دايود فترة ريفيرس بفترة القيمة اللي هي أريتها بالجلس سالب بالفترة الفريونيك الدايود يشتغل الدايود الثالثة بينما بالفترة الرفيرس يشتغل الدايودين هنا بفترة الأولى الدايود الأول الثاني والفترة هاي الدايود الثالث الرابع هنا أعدي موضوع اسمه load commutation راح أخبه بالتفصيل بالمسائل هنا لون load commutation عندي زمن اللي هو TQ TQ عدي T على 2 و TX ها راح أوضحها عدي من خلال الشيط بالتفصيل الفترة عدي T OFF T OFF هو الزمن الطبيعي لأطفاء الثالث الرابع T OFF هو الزمن الطبيعي لأطفاء الثالث الرابع عفون الثالث الرابع بيه زمن T OFF بالدata sheet من تكتب لي الثالث الرابع النوع ماتر راح يطلع لك يقول لك زمن مثلا زمن انطفاء الثالث الرابع T OFF يساوي إني 10 microsecond هاي الفترة اللي اطفاء الثالث الرابع بيه عندي التيكيو اللي هي زمن T على 2 ناقص TX TX هي هو الزمن الحقيقي لانطفاء الثالث الرابعي شو كده ينطفي؟ إذا انطفي أقل من T على 2 في TQ راح يصير T على 2 ناقص TX راح تطلع لي قيمة موجبة راح تطلع لي أكبر من T OFF T OFF عادة قيمته بالMicro وهي TQ إذا طلعت لي أكبر من T OFF فهنانة أقول الثالث الرابع راح يطفي بصورة طبيعية أما إذا طلعت لي أقل من T OFF راح أقول الثالث الرابع يحتاجة دارة أطفاء هاي راح أخفها بالشيت راح أحسب زمن T على 2 جد و TX على 2 جد في حالة الر طبعا T على 2 جد نفسها TX راح تكون قيمته 0 هذا في حالة فقط مقاومة و ما في حالة محافة راح يكون هذا أقل من هذا في حالة متسعة راح يكون بالعكس هذا أكبر من هذا راح نأخفها بالتفصيل إن شاء الله في الشيت عدي هنا راح اشتقاق أي برح أخفها بالشيت بس يتعلق بSeries Inverter يقول إنه إيجاد VC1 و VC2 هاي راح تاتحها بالقوانين نحن من الثالث الرابع الأول يشتغل أحد جعلت Series Inverter هاذا Series Inverter بالفترة الأول يشتغل الثالث الرابع الأول فصارت الفلطية للمنظر ALO VS VLZ VCZ VR الفترة الثانية الفلطية راح تكون صفر الفلطية المنظر راح تكون ما تفر على اللوت فراح تكون فلطية VLZ VRZ VC ساوينا صفر كقيمة فاشتقنا إحنا القوانين هاذا حسبناه معادلة التيار فمجرد راح أجي عاوب الفترات وراح أيضا أخب بالشي تحتاجة هسا عندما الثالث الرابع يشتغل On الفي سي ساوينا E-VL-VR وإحنا الإي موجودة عنده الفي سي حسبناه بالقانون الماتة Series Inverter اللي هو E-VC2 على أوميغة في الأكسبونيشيال في هذا القوس ناقص الفي سي ار أيضا هاذا معادلته طلعت الفي سي هسا أقول عنده T يساوينا باي على أوميغة أرجع للرسم A1 خلوا الملزم يمكم حتى تكون أباحتكم هاي لما تكون عندي باي تي ساوينا باي على أوميغة المكزم ومات التيار راح يصير اللي هو الVC1 عند الزمن T باي على أوميغة الVC راح يساوينا هي VC1 صح؟ لأن أقصى قيمة للبولتية الVC هي VC1 عدها بالزمن بينما عدها بالزمن VC2 راح تكون قيمتها I minimum عنده الصفر فهسا أرجع للرسم أرجع للرسم يقول عند T ساوي على أوميغة الVC ساوينا VC1 أجي عوّف هاي المعادلة الVC أقول VC أخلي مكانها VC1 وبدأت كل T عندي عوّف باي على أوميغة هنا بدأت كل T باي على أوميغة هنا هنا باي على أوميغة الأوميغة الأوميغة تختصر راح يصير كوسان باي هنا أيضا راح عوّفها وأختصر راح يصير عندي VC1 E في واحد زاد exponential minus alpha باي على أوميغة ناقص VC2 exponential minus alpha باي على أوميغة يعني مجرد ما عاوّفت هاي المعادلة باي على أوميغة بدأت كنتي باي على أوميغة والVC خليتها VC1 لعتلي معادلة رقم واحد خلال لما يكون ثارة سر أوميغة ثارة سر الأوميغة ثارة سر الأوميغة بثارة سر الثاني إما يكون أوميغة البولتية الVC يساوي إنا إن VR زاد VL زاد VC يساوي إنا 0 فالVC يساوي إنا minus VR زاد VL وهي معادلة أكتبها أيضا أنا مشتقها كلها مشتق الفولتيات والتيار مشتقها مجرد ما أجعه بالقيم أيضا أقول عندي التيساوي باي على أوميغة هنانا الVC راح أصير VC2 بالحالة الثانية لما الفترة الثانية يعني الانشيا الماتي راح يكون المغزب الماتي راح يكون عندي VC2 في الVC2 أجي عاو بدل كل VC هنانا بها المعادلة أخلي VC بمكانها VC2 وبدل كيتي باي على أوميغة بها المعادلة لاك Perion يتبط المعادلة عاود بدل كل VC VC1 عند البيعة على أوميغة هنا المعادلة بالفترة الثانية عندما يصدرت ثارة سر الثاني أيضا عاوه بالفولتية VC عاوه بمكانها VC2 بدأ كدتي باي على اوميجا طلعت لي هاي المعادلة minus VC1 exponential minus alpha باي على اوميجا وال VC1 طلعت لي هاي معادلات هنا بها سأدي معادلة أولو معادلة ثانية عاوه بحدة بالثانية راح أطلع لي VC1 E على 1 exponential minus alpha باي على اوميجا هاي VC1 هاي معادلة VC1 وال VC2 minus VC1 exponential minus alpha باي على اوميجا حسبت انه VC1 و VC2 او ممكن اجيلك اشتقلي او اثبت انه VC1 يساوي انه E على 1 exponential minus alpha باي على اوميجا هاي راح ناخده بالشيط بالتفصيل ايضا لنحتاج القانون VC1 و VC2 و شكرا جزيلا هاي محاورتنا الهاب اليوم ان شاء الله نكمل المحاورات السابقة العفو المحاورات القادمة نكمل المحاورات القادمة باعدها لحال الشيط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة